ترجمة نانسي قنقر كونه سيعمل على إرساء الأطر والآليات اللازمة لتجميع وإعداد المعلومات ومؤشرات الأداء الإحصائية الخاصة بالقطاع يعد مشروع المسح السياحي الذي تنظمه هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالتعاون مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض يعد من أبرز المشاريع الوطنية التي تحقق تطلعات الحكومة الموقرة وتدعم تنفيذ مبادرات برنامج الحكومة للأعوام 2023-2026 يوفر مشروع المسح قاعدة من البيانات المتسلسلة زمنيا حول خصائص زوار المملكة وتجربة الزائر من خلال منهجية إحصائية تتوافق مع المعايير الدولية الموضوعة من قبل منظمة السياحة العالمية مشروع السياحة الوافدة مشروع مبجديد على البحرين تنفذ المملكة من 2016 وهو أحد المسوح التي تنفذها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وحريصة على تنفيذها بشكل مستمر طبعا توجيهات واضحة من قيادتنا الرشيدة أن نطور الأعمال الإحصائية وفق المنهجيات الدولية يعتبر مطار البحرين الدولي من أهم المناطق التي نأخذ منها المعلومات بما أنها أول نقطة للزائر في البحرين فالحمد لله يعتبر المسح مشروع ناجح ويغطي مشروع المسح السياحي 2024 مطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد ويساهم المشروع في توفير البيانات والمؤشرات السياحية التي تدعم وضع الخطط والسياسات لتطوير القطاع السياحي على أسس واضحة تؤدي لنمو القطاعات الاقتصادية الأخرى ذات العلاقة نحن كباحثين في مشروع المسح السياحي في مطار البحرين نقوم بعملنا بتسجيل عدة بيانات من المسافرين وذي في النهاية بفيد المشروع السياحي الأسئلة تكون عامة حول نفقاتهم حول الوجه السياحي في البحرين حول هل هم اسكنوا في فنادق والله ما اسكنوا في فنادق أسئلة تكون عامة هذا المشروع الهام يندرج ضمن الاستراتيجية الشاملة لتطوير النظام الإحصائي الوطني بصفته عنصرا أساسيا في الخطة التنموية لمختلف القطاعات الاقتصادية ويستند المشروع على المفاهيم والتعاريف والأسس المنهجية والمعايير الدولية لقياس جانب الطلب يأتي مشروع المسح السياحي ضمن الاستراتيجيات الهمة التي تقوم بها الجهات المعنية لتطوير القطاع السياحي على مستوى المملكة وبما يسهم في تعزيز الهوية السياحية والوطنية لدى المجتمع والسياح من مختلف دول العالم خالد العون لمرخز الأخوار تلفزيون البحرية 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 تلفزيون البحرية